في حلقة النهاردة هنعرف معاني اخرى لكلمة relax او اهدأ لان احنا في اللغة العربية بنستخدمها في مواقف مختلفة بمعاني مختلفة وعشان كده في اللغة الانجليزية برضو ليها معاني كتيرة بمواقف كتيرة يلا بين نبتدي مع بعض اول ثلاث معاني بديلة لكلمة relax calm down, simmer down, keep cool خد بالك من الاولانية في نطقها اغلب الناس بسمحها بيقولوها calm وبنستخدمها لما حدي يبقى عصبي او متضايق او بيتخانق يعني لما اقولك مثلا calm down, he didn't mean anything bad بتقول صاحبك مثلا ايه ده هو ما يقصتش ان هو يقول عليك اي حاجة وحشة مثلا او انت مثلا في المطعم والكاستمر بيقولك when am I gonna get my order? انا هاخد الاورد بتاعي امتى? فتقول له simmer down sir in two minutes فبتستخدمها لما شخص يبقى عصبي او متضايق اوكي الثلاث معاني دول calm down, simmer down and keep cool معانا كمان get hold of yourself يعني تمالك نفسك كده وبنقولها عادة في الموقف اللي بيبقى فيها emotional breakdown يعني حد بيعيط حد مداي اوي او كده يعني لما مثلا تلاقي صاحبتك مثلا صاحبك اوكي بيعيط فتقول له man stop crying and get hold of yourself tell me what happened بطل تعيط وتمالك نفسك كده فمعاناها اهده بردو بس بنستخدمها في المواقف العطفية لو حد بيعيط او شايفهم الدايق اوي او مش قادر يتمالك نفسي فتقول له اهده وتمالك نفسك get hold of yourself عندي ده كمان take it easy with chill out ومعناهم بردو اهده بس بنستخدمهم في موقف لما الشخص القصادق يبقى stressed مضغوط او متوتر لسبب اول اخر for example your father is driving the car باباك بيسول عربية وانت شافه متوتر اوي او مضغوط عشان ما عادة الطيارة مثلا فهتقول له dad chill out او take it easy the plane is leaving in four hours الطيارة لسه حتطلع في خلال اربع ساعات مثلا we've got a lot of time معانا وقت كتير فtake it easy او chill out طبعا chill out طلاع معاني تانية في الانجليش بس انا بشرح لك المعنى الخاص بفيديو النهاردة اللي هو اهده لما تلاقي حد مضغوط عندنا كمان مصطلح حلو اوي وهو hold your horses ومعناها بردو اهده بما ان ده الفيديو بتاع النهاردة بداي اللي اهده بس عاوزك تديف جنبها اهده وبلاش تصرع لان احنا بنستخدمها في المواقف لما تلاقي لقصادك عاوز ياخد كارك بسرعة فانت عاوز تقول له اهده لا اهده وخليك فكر كده بعقل وحكمة واحد صعبك عاوز يشتري البيت غالي اوي فانت تقول له man hold your horses don't buy this house right now just think about it اوكي because it's pretty expensive لان البيت ده غالي جده اوكي فhold your horses معناها اهده بردو بس فكر ومعانا كمان settle down ولا ليها معاني كتير بردو في الانجلش بس المعنى احنا نستخدمه النهاردة هو بردو اهده بس بنستخدمه فانيا موقف الموقف دايما بسمع لما الاطفال مثلا بيلعبوا وماميتهم تقول لهم children settle down اوكي you're making a lot of noise here يعني اهدوا شوية اهدوا في اللعب اوكي دايما بنسمحها في الموقف ده واخر حاجة معانا النهاردة وبحبه جدا التعبير ده هو loosen up loosen up يعني فك وروا كده اوكي يعني مسلا واحد صاحبك تشايفه he's really sad شايفه عنده موقف او حاجة فزعلانة او فانت عاوز تقول له فك كده loosen up اوكي you know what hey i'm gonna take you to the movies and i want you to loosen up انهاردك النهاردة نتفارج على افلام للسينما موفيز يعني the cinema وي عاوزك تفك i want you to loosen up يبه معناها اهده برضو وروا كده وفك بس بنستخدمها في المواقف اللي انت عاوز تقول لواحد روا اوكي دي كانت المعاني بتاعة اهده بس بمواقف مختلفة مش هتسمع الشرح تاني في حدة تانية غيري هنا لو الفيديو عقبك شير ولايك وسلام اشتركوا في القناة